اشتركوا في القناة الحكومة المغربية الحالية على الشوها اللي دارنا في السعودية والخطأ الفادح اللي يرتكبوا اللي خطأ لا يغتفر خطأ لا يغتفر ويجب طرس الأدن هذا الرئيس باش يعرف يتصرف في المناسبات القادمة وما يكررش نفس الخطأ اللي هو خطأ جسيم جدا طبعا انا كمواطن مغربي وكغير على بلادي ما نبغيش ذك شي هذا كيوقع اللي دارسي اخنوش اللي وكيمتل الدولة المغربية ما زال نقدر نقول الخطأ اللول انه في البروتوكول الاستقبال ديله مع وليل عهد السعودية ونحن قد رأس ديله نقدر نتجاوز لهذا الخطأ هذا هو خطأ غير مقبول ولكن نقدر نتجاوز عليه ولكن ان يكون الحضور ديالك في واحد القمة اللي هي اصلا قمة تافيها القمة ديالبي او ما عفش نوذيك تخربية ديالكم في السرق الاوسط ما عنده تشي معنك القمة حاضر وقالس مع الناس ولا بس اعطيناك الباج ديال الخريطة المغربية مبتورة الصحراء دياله فهذا الخطأ لا يغتفر هذا الخطأ هذا انا متأكد مليون في المية ان جلالة الملك محمد السادس حفيظه الله غاضي بغضب شديد عليك على هذا الخطأ اللي ارتاكبته لان كالسك تعرف القيمة ديال الصحراء عند المغرب والتضحيات اللي دار المغرب على الصحراء دياله من عهد الحسن الثاني رحمه الله احتل دابا المغاربة ضحوا بالغالي والنفس لقبل الصحراء والناس خدامت ديبلوماسية المغربية ليلة نهار اعترافات سياسات الناس خدامين ما حبسيش لان هاد الملف هدا هو ملف مهم للدولة المغربية هاد الملف هو اكبر ملف خدامة اللي الدولة المغربية بتصدو لان اللي تصد هاد الملف هدا هاد تكون لديك الانطلاق القوية ديال التنمية ديال البلاد بصفة عامة وغادي يكون الازدهار اللي كانت انتظره ان شاء الله فانت بهاد الشي اللي درتي ارتكبتي اخطأ فادحة جدا اللي ما تغتفرش هاد الاخطأ هادي لانك انت واحد كتمتل الحكومة المغربية وكتمتل المغربة في صفة عامة الابدينا بالبروتوكول انك حنيتي الراس هادك خطأ فادح لان نخصك تعلم وحد القادية تعلم المعلم تعلم المعلم المالك محمد السادس نصره الله في اي مناسبة من مناسبت كيمتل المغرب احسن تمثيل كيكون الحضور دياله قوي شخصية قوية استقبال كيكون معند الرؤساء وكيكون طريقة السلام طريقة السلام يعني قوية ونبدأ غير واحد المثال بسيط بالنسبة القمة للمناخ لكات منعقدة في باريس المالك حتى نزل فرانسوا هولاند باش يستقبله عاد نزل من السيارة دياله كما كتشوفو هنا في الفيديو يعني ما قبلش ان واحد عادي غدي يستقبل مالك ديال البلاد هذا من ناحية ومن ناحية تانية بدنا السبب باش ننذكرك بالقادية السحراء المغربية السياس عزيز اخنوش ان المالك محمد السادس حفظ الله في القمة ديال المناخ اللي جا رئيس ديال زيمبابوي الرئيس اللي كان هادا كان معادي لقادية السحراء المغربية هذا كان يعني على قبل هاداك الشي اللي كيدير فالطريقة ديال استقبال ديال المالك محمد السادس كان طريقة واضحة واللي تكلم لها كل اعلام الدولي الطريقة يعني استفز ديال الرئيس ومعطاهش قيمة ومعبروش يعني اسلم عليه ودوار وجهو بحالكة يعني حل ما انت ما كتسواش عندي المغربة كيما المغربة كامل كيقول لك وخال بلد معطاتنا اش نموت ولا الصحراء كوشي كيقول المغربة كامل كيقول لك اخا احنا عايشين لا ميزير وخاعدنا الفقر وخاك ولكن احنا لصحراء نموت واتشي كوشي كتفق للمغربة لان هاداك وحدة ترابية كاملة المغرب من طنجة حتى القويرة وهالطريقة هدي ديال بروتوكولات اللي كان كي مارس المعلم يعني في جميع المناسبات كتبين القيمة ديال الصحراء عند المعلم فخصك تعلم المعلم باش تعرف كيفاش تدير تسلم على الناس كيفاش تدير تقلس مع الناس كيفاش تدير تستقبل الناس ولا يستقبلوك الناس لان نتك تمتل الدولة اللي هي الدولة المغربية الشريفة السي عزيز اخروش الملياردير واحد ملياردير بحالك لا بس عليه وصل دلأس الحكومة وما عرفش حتى يدير طريقة ديال بروتوكول الصحيحة اللي كتمتل البلد أحسن تمثيل كما كيقوله جسوي سيغي سيغطان بأن المالك غضب عليك لأنك تشيادة خطأ ليغتفر وبما أن هذه كانت هي أول خرجة ديالك السي الملياردير فكنت منه إن شاء الله في المناسبات القادمة أنك تمتل أحسن تمثيل وفي الصراحة ديالسي درب بأنه هو عوض ما أنك تخرج تحضر ديالك القمة التافية اللي ما عندها تشي معنا لماذا تجيبنا حتى شي حاجة بالنسبة للمغرب كان ممكن أنك تدير شي حواج أخرين أنك تجاوب مع المواطنين المغاربة اللي خارجين الشارع اللي كيغوتوا الناس اللي كتغوت لرافيدين الجواز ديال الصحيين الناس اللي كخارجة كتغوت على الزيادة في الأسعار وما عرفشنو أنت أسي عزيز أخنوش الرئيس الحكومة المحترم يعني هالتغيير اللي قلتنا لأن المغاربة هذي لمسوا التغيير ابتداء من تولي زمام الأمر ديالحكومة التغيير إحنا كنا كنا نتظره لطريقة إيجابية ماشي سلبية فانتا غيرتنا لطريقة سلبية وهنا كنا نرجع للكلام اللي كنتي قتقول هذي حال بأنك سوف تعده كما قلت بعض المغاربة أعدادية التربية وأنك نفهمو دب أنتك تعودنا للتربية بهالطريقة هذه القمع في الشوارع والمنتوجات يعني الغلاء الأسعار في كل شي ولا حياتي لمن تنادي ما تتجاوش مع المغربة كان ممكن أنك تقلس في المغرب وتتجاوب مع المغربة وتشرحوا ما هو واقع في البلاد وتشوف هذي القرار اللي اخذته الحكومة ديالكم شنو راح تتسبب مشاكل في البلاد وحنا في غينان على ذلك المشاكل الداخلية حنا نخلينا عم على المشاكل الخارجية والمشاكل اللي أخصى نحلوها باش المغربي نعم ذاك الاستقرار اللي هو مولف به لأن المغرب كيهمك انتاو أنا وانتي وانتاو كيهمك كمين كمغربة نحمل الجنسية المغربية فهذا تمثيل هذا هاتش هذا الخطأ ديال طريقة البروتوكول ديال اللي قاع وللطريقة أنك تلابس باج ديال مغرب بدون صحرائه فهي أخطاء لا تقتفر ويجب إعادة النظر في الطريقة ديالك مرة أخرى وهاتش هذا رهما كيدرش هاتش رهما كيدرش ومخصيكش تعود ديره أسي أخنوش الملياردير اللي كيقول إن شاء الله هذي يعودنا التربية فانتمنى إن شاء الله في المناسبة الأخرى الجاية أنك تكون على بال ورى لاحتي بجميع مواقع التواصل الاجتماعي بغيتي لليوتوب ولا الفيسبوك ولا اللي بغيتي أي موقع والتيك توك كل شي كيهدار على هاتش هذا وهذا اللقاء ديالك التافه اللي درتي وهذا الخطأ العظيم اللي درتي اللي كانت كيبين أنك ما كنتيش موجد أو لما مولفش ولا ما عارفش ولا بحال اللي أنت بحيط أنت بيزنيز معن يعني ماني أن دم ماني كترف تبيع و تشري مزيان أنت معلم عندك واحد الهولدين ديال الشركات أنت لباس عليك أنك تفهم في البيزنيز مزيان ولكن مني تكون بغيتي تمتلنا كنتمنى وك أنك المرات الجاية إن شاء الله تمتلنا أحسن تمثيل كما كيمتلنا المعلم الملك ديال البلاد حافظه الله ورعاه إذا تساعدك أخنوش الرسالة ديالي بحال الرسالة ديال المجموعة كبيرة ديال المواطنين اللي سيفطولك في المواقع التوصيل الاجتماعي لأن هذه الطريقة اللي نقدرنا تواصله معك مباشرة المش سحي أنا نطلقاوك لأنك ما تتعبرناش لكن تلاباس عليك وإحنا غير فقراء هكيد ما غريش تعبرنا فهذه الطريقة اللي نقدرنا تواصله معك عن طريق مواقع التوصيل الاجتماعي باش يوصلك إن شاء الله ومرة أخرى تكون منبه ولا شي واحد يعطيك الخريطة مبتورة ما تحطهاش فوق الصدر ديك لأنك أنت جرحتين وجرحتين المغربة كاملين في واحد القضية اللي هي قضية ديال وجود وليست حدود فقط هي قضية وجود يعني المغرب يكون أو لا يكون المغرب بصحرائه يكون بلا صحرائه لا يكون يعني إما المغرب وحدة ترابية كاملة وإما نرونها ما كيش مشكل فهذه القضية هذه والمغربة كاملين كتفقوا لذلك القضية هذه أن كل شي يعني مستعد إما منزل ترانجل القويرة وإما فيما بغاية تخرج هذه رح كنت تفهم عليها كاملين استعاد الاخرنوش رح كتب بلص وحدة بلصة كبيرة متعاوش ديرها مرة أخرى شكرا المحبين قناة كريم كسر إنما كنتم تمنى الرسالة أنه سيد رئيس الحكومة أنه ما يديهاش فينا ولكن ها الأيين مهم نحن نخلط لدينا ونقول وشنو نحس بي والحاجة اللي دارتنا نحضر عليها كنشكر أي واحد كدر قبل ما يشوف الفيديو ونشكر ونرحب بكل مشترك جديد حتى الفيديو القادم السلام عليكم وحو الله وبركاته